البداية منذ اكثر من ثمانية اعوام والمسيرة تستمر مهرجان العلوم الذي يأتي بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة ويحمل تسميات مختلفة بعنوان واحد يجمعه الحسين فكانت الانطلاق بندوى اقامتها كلية العلوم حملت عنوان الطف معاني الثورة الانسانية والالهام الفكري في العام الفين واربعة عشر مخرجاتها كانت مثمرة فتحولت الحاجة الى عقد مؤتمرات متوالية المؤتمر الاول في العام الفين وخمسة عشر حمل عنوانا الاسلام محمدي الوجود حسيني البقاء والذي تضمن محاضرات دينية واكاديمية ومعرض صور وفعاليات تجسد واقع الطف وانعكاساته على وقتنا الحالي المهرجان السنوي الثاني جاء في العام الفين وستة عشر والذي حمل شعار الحسين ملهم انتصاراتنا والذي شهد هذه المرة فعاليات اكبر شاملت مسرحية والقاشر بالاضافة الى المحاضرات التوعوية وجاء بالتزامن مع معارك التحرير ضد الجماعات الارهابية من قبل قوات الحجد والقوات الامنية المهرجان السنوي الثالث جاء في العام الفين وسبعة عشر وحمل شعار نتوحد ننتصر بنهج الحسين عليه السلام حمل عنوين مهمة من بينها منطلقات النهضة الحسينية الاصلاح والانتصار في المنهج الحسينية الحسين مصداق لتربية الذات الانسانية وكنهج المؤتمرات السابقة تضمن فائدة كبيرة وتم اشراك مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية بمعرض لصناديق التكافل الاجتماعي ودعم الايتام المهرجان الرابع حمل شعار احيو امرنا وذلك في العام الفين وثمانية عشر والذي شهد مشاركة ملفتة من قبل العتبة الحسينية المقدسة والوقف السنية وجسد الاوحى من الفكر المتقدم الواعي المهرجان السنوي الخامس جاء في العام الفين وتسعة عشر وبشعار وفاء للحسين عليه السلام والذي جاء بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة ومركز الدراسات التخصصية بين الحوزة والجامعة المهرجان السنوي السادس لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين حمل شعار والله لا تمحو ذكرنا والذي جاء في العام الفين وواحد وعشرين وهدف الى الاشارة لاهمية احياء سيرة كفاح الامام الحسين عليه السلام وضرورة السير على دربه والتطرق الى مآثر الامام الحسين وتشجيع الطلبة بعرض بعض المواهب منها القاء القصائد والعرض المسرحية والرسم وبما يتناسب مع طبيعة المهرجان اما المهرجان السابع والاخير فقد جاء في العام الفين واثنين وعشرين وجاء بعنوانا الزموا مودتنا ومثل حصيل من الخبرة والاداء الجامعية والثبات على اقامة مهرجان حسيني توعوية يجسد قضية ونهجنا ممتد للحياة ترجمة نانسي قنقر